موسيقى هذا السفر طبعا محتاج كذا حاجة محتاج تكشيرة محتاج حاجز فندق طبعا فندق دي كلمة كبيرة طبعا انا النفطري ده انا مش قدي فنادق فهم فيه حاجة اسمها بيوت شباب وفيه حاجة اقل من بيت الشباب انها سكن معايلة وفيه اقل وفيه بلاش يعني فيه موقع كده على النت موجود ونذكر اسمه لا الموقع ده اطلب بس انك انت عايز تزور البلد دي من يوم كذا اليوم كذا عند اي حد فيه ناس كتيرة جدا بترحب بالحاجات دي ودي ما تدفعش فيها منليم حتى لو تقعد فترات طويلة فهم يعني السفر عايز حد يحب الناس يحب يتعامل مع الاخرين ما عندوش عنصرية ما عندوش تفرقة يعني انا باسلوب يعني اللي هو البسيط اخترقت عقول وكلوب ناس كتيرة جدا واستضافوني عندهم كتير جدا في دول كتيرة جدا يعني نتيجة انه بس ايه نخدس ايه نخدس ايه نخدس الدخل الاولى بتاعتنا لكن انا لا بوص الفلوسه ولا بوص طمعا عندو حاجه اخده منه الكلام ده مرفوض السفر عايز واحد يبقى خفيف كده اول ما يروح البلد اللي هو يروحها ينزل ما يلغمطش المكان اللي هو ما يبهدلوش لا انا اول ما بخش اشوف مثلا ترتيب الاوضة بحيث ان لما اجي اخرج منه لازم احافظ على كل حاجة نرجع مرة اثنين وثلاثة وعشر لكن انا بقى لو بوصح حاجه من اول يوم ما عدس يدخني في اي حاجة تانى اه اسهل طرق طبعا كما اردت بكده اللي هي الاقامة في بيوت شباب او سكن معيلة او في مركب في نيل او في نهر يعني او مركب فباح كل دي متاحة ولو عايز سكن مجاني موجود برلو ليس مساكل في الاشياء دي في طريقة انا جربتها وجربتها في كذا دولة منها ألمانيا وبلزيكا وهولندا معي خيمة الخيمة دي كنت سريحة من هناك ووزنها 3 كيلو بنصوبها بحاجة اسمه مخيم أو كامبنج لو أنا نصبت فيه الخيمة بيأخذ على الخيمة 2 يورو كيان أنا كده نفرين 3 اربعة في الخيمة خلاص بندفع 2 يورو طبعا مبلغ لا يقارن وكده قاعد وأمان مطلق لا يوجد سرقة لا يوجد هذا الكلام سأضع حاجتي وأذهب مثلا أنزل البلد وأرجع آخر المهار محدث يسرح حاجة في الأماكن وكل حاجة مؤمنة هناك لا يوجد أي مساكل في البيوت الشباب طبعا هننزل صورها هي عبارة عن فيه أودة سنجل وأودة دبل وأودة تريبل وأودة أربعة وأودة خمسة وأودة ستة فيه سبعة وبعدين فيه هنجر كبير فيه حوالي عشرين يعني كل ده متاح وكل ما زاد عدد السرائر في الأقوام كل ما الثمن رخص والسعر بتاع البيوت الشباب يبدأ من حوالي عصر يورو لغاية خمستاشر يورو تقريب يعني مش هيزيد عن كده أولا بيوت الشباب دي عبارة عن تلات نجوم درجتها تلات نجوم هناك كم نجمة عندنا أنا مشتكلم هناك تلاتة أولا نظيفة جدا حمامات سوبر لوكس والفارسي سوبر لوكس كله مية مية ومعايا ناس أجانب في الأودة وهناك ما فيش رجالة الوحديها وبنات الوحديها لا كله مشترك مع بعض نفسه يعني ده نظام من زمان مش حاجة جديدة بالنسبة لهم